السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي احبابي. اهلا ومرحبا بكم احمد صالح. وبلقاء جديد. ومتميز وحصري في قناة عالمكم وفي تصميم المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت بواربوينت. كنت قد قتمت لحضراتكم من اه كام يوم من فترة قصيرة. عبارة عن فيديو كاستعراض لقالب مشروع بواربوينت وبدون اي لغة برمجة واي اكواد فقط يعتمد على الهوية البصرية وامكانيات بواربوينت يلي نحن اساسا عمالي منشرحها ومنتعلمها. فكيف نوظف هذه الامكانيات مع مخيلة جميلة ونطلع مشروع احترافي بمحاكاة القصص والالعاب والافلام. طبعا هذه المحاكاة الواجهة الظاهرية او الاستايل العام للمشروع رح يكون الاكشن الكامل للالعاب او المسلسل انت شغال عليه وتاخد منه لقطات الهوية البصرية او فيديو او فيلم معين او حتى كان فيديوهات مصورة لاحد الالعاب وتدخل بداخلا افكارك. يلي انت من خلال هذه اه الهوية انك تسوق افكارك للجمهور بطريقة جدا مشوقة وتحفيزية واحترافية وجديدك كليا. فتكرما يا ريت لو حضرتك رح تبدأ معي الان حاول كنك متفرغ او اجل مشاهدة هذا الفيديو الى وقت كنك متفرغ فعملنا اليوم ربما يكون معنا متسع من الوقت وطويل حبة زيادة. فجهز كاسة شاي وروئ دماتك واقعد واحضر معي على ميت مهلك. اصدقائي انا كنت قدمت القالب السابق عن مسلسل بيتكلم عن حرب النجوم والخيال العلمي بما يسمى الماندا لورين هذا الاسم يلي كان للمسلسل. بكل بساطة اخدت الاسم اللعبة اه واسمه واسم المسلسل يعني. تمام? ووضعنا بسيرج او بحقل البحث وراح نشوف صوريات كتير ممكن نحسن نحصل اه على مواد ومتريال منها. فبتوجه الى ادوات. هذه ادوات والى حجم. وبختار اه اعطيني الصور او البحث عن الصور الكبيرة للحجم. تمام? عشان تكون الدقة عالية. وتبدأ بفتح اي صورة. بس اللي ظهرت معك بالدقة العالية تنقر باليمين. وبتوجه الى فتح الصورة في علامة تبويب جديدة لحتى يعطيني دقتها وحجمها الكامل. بعد لما اقوم بنقرب اليمين اما باخد نسخ الصورة وبتوجه الى باوربوينت او بحمل صورياتي وبعدها ببدأ ببرنامج باوربوينت وبتجهيز هذا العمل. طبعا الامر ليس مقصورة على هذه اللعبة بيمكنك تستخدم انت اي لعبة على بالك انت بتحبه وجمهورك بيحبه وتبدأ بتطبيق هذه المحاكاة. انا كنت محمل بعض المواد اللي استخدمتم بالفيديو نفسه السابق. راح نحاول نحن نشتغل عليهم بلقاءنا اليوم. طبعا الامكانيات بالربط وهذه الهندسة اه كثير من الاوقات انا شرحت عنها بفيديوهات سابقة واخصها بالذكر الفيديو اللي اتكلمت فيه عن فكرة مشروع مهما يكون مجالك هذه الفكرة ستذهلك. بامكانكم تتابعوا ايضا هذا الفيديو وتستفادوا من امكانيات باوربوينت وآلية العمل او تقنيات العمل في البرنامج. الان راح نتوجه الى برنامج باوربوينت ونبدأ بتصميم الهوية البصرية يلي انا بداخله راح ابدأ بتصميم اه او وضع الاشكال وما شبه ذلك. فنصيحتي الاولى والبداية الان لحضراتكم. لا تبدأ وتنشغل وتركز في انشاء المحتوى في باوربوينت مهما يكون مشروعك لتعليم او تدريب او مشروع تخرج اطروحة معينة ايا يكون. لا تبدأ بانشغالك بتصميم المحتوى وكيف راح تصميم انفوغراف. وما الى ذلك ابدأ اول شيء اعطي الاهتمام الاكبر بالستايل العام للمشروع. القالب الكادر السيمة التنسيق شو بتحب تسميه? سمي. راح نتوجه اول شيء الى ادراج. ومن الصور راح نختار صورة. انا كنت مجهز معي صورة الان راح ننقر ونسحب مباشرة هذه الصورة. للخلفية. تمام? راح نضع ببكان معين. وبسحب على ملء الشاشة بالضبط. هذه عبارة عن فين نقول صورة راح نستخدمها للخلفية. نتوجه الى ادراج ومن اشكال راح نختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة. وبنكر مع السحب لحتى ارسل مستطيل. يكون معي بمساحة معينة. راح نقلل بالانحناقات الزوايا. تمام? وبناخد يعني المساحات الفاضية تكون نوعا ما قليلة. فقط لا غير نحتاجين نرسم نحن ايش? الاطار. وانا محدد على هذا المستطيل. بختار من المحاذة الى الوسط ومحاذة الى المنتصف. لحتى اتاكد ان هذا الشكل بالمنتصف بالضبط. بحدد الان الصورة يلي بالخلفية. اضغط مفتاح الشيفت. ومن ثم بحدد المستطيل. وبتوجه الى تنسيق الشكل. ومن دمج الاشكال راح نختار الطرح. يلي حصلنا عليه هو عملية تفريغ متل ما انا شايفين. عملية تفريغ للصورة. هذا الموضوع يعطيك شيء جميل جدا جدا. كاطار ممكن تستخدمه لكامل القالب. هذا اللي انا قصدته بانو نحن نعطي ستايل عام. تمام? كهوية بصرية لكل المشروع. بحيث الصوريات اللي راح يتم ادراجها كلية بنفس هذه الانحناءات ونفس هذا الاطار. انت حربي اللي انت تصنعه. طبعا انا كنت اشتغلت ايضا نموزهج تاني غير يلي انتو شاهدتم. طبعا هذا المسال اللي انا صممت على غراره. وفي مثال اخر يعني ربما يكون عندي هذه الهوية البصرية. صورة بالخلفية. وبرسم الشكل نفسهم. وبحدد التنتين وعطي الان اه الطرح. وبضع الان هذه الصوريات متل ما انا شايفين. اه بالخلفية. تمام? فالموضوع جميل جدا جدا. هذه عبارة عن فكرة حبيت انا الان كمان يعني اعرضها. وامررها على العجل لحضراتكم. طيب. راح نرجع الان الى برنامجنا. ونبدأ اه فينا نقول اه التصميم الاول. هذه كونها مركز الانطلاق الرئيسي او الشريحة الرئيسية. بدي اضع فيها صورة وعملها شوية يعني زينة. وابدأ ب بافكاري اساسا راح تبدأ تنهال علي الافكار. ويتضح لالي الخيال بالعموم بهذا الطريق. لما نحسن تصميم الشريحة الاولى. فالشريحة الرئيسية يعني تسعين بالمية من الاهتمام راح يكون فيها لان هي مركز الانطلاق الرئيسي لكل مشروع. فبقدر ما كان فيه كان فيه نشاط. كان فيه ارتباطات. كان فيها افكار جميلة. هي راح تشدك للابداع بكل الشرائح المستقبلية. راح نتوجه وناخد صورة وليكن عندي هذه الصورة بنكر مع السحب. ومنسحب الى شريحتنا والى العرض تقديم نحن نشغالين عليه بهذا الشكل. راح نعطي نقل الى الخلفية. لاحز معي الان. خلني اتأكد ان الصورة الان بحجم الشريحة بالضبط اول شيء. تمام? بس انا اتأكد هذا الموضوع. جميل. الصورة لما تكون بالشريحة لحال هذا مظهرة. ولما تكون بداخل هوية بصرية هذا مظهرة. فهذا اللي انا قصدته بالاستيل العام. راح انقر باليمين وبتوجه الى تنسيق الصورة. وفي تأثيرات ممكن نحن نستفاد منها بما يخص موضوع السطوع والتباين والاضاءة بالعموم. راح نقلل شوي. تمام? لاني انا ما نحتاج لاضاءة فينا نقول الزائدة بالصورة للاصل بالشريحة الرئيسية ليست الصورة فقط لا غير. راح يكون في عندي لوجويات وعندي ايضا ارتباطات. راح نرسم الازرار الموجودة بالاعلى اللي بتدل على انشاء القوائم. هذه من خلال ادراج اه اشكال ومنختار خط مستقيم. اضغط مفتاح الشفت وبنقره مع السحب وبرسم اي خط فوق صغير. راح اضغط شفت واقل شويم ما ساحته. واحتره باللون الابيض وبجي باختار سماكم. وليكن عندي هذه السماكم. وليكن على سبيل المسال. اضغط شفت وبنقره مع السحب للاسفل. اضغط وهذا برجعه سنة. بضغط مع الشفت وبس حول الاسفل. تمام? ايضا ازا حبيت ترجعه كمان سنة. فالموضوع جميل جدا. بحدد الاشكال التلاتة. وبضغط على زائد جي. بيكون حصلنا بما يسمى يعني متل مفاتيح القوائم. تمام? طيب. فقط انا راح ارجع احدد الاشكال نفسها. واقلل شوي من السماكم. عشان تظهر معنا بشكل الطف. تمام. هذه موضوع ازرار مفاتيح القوائم. مفتاح البحث هو كان عبارة عن ايقونة وحملناها طبعا هي صورة عفوا. صورة كنت محملة من قبل. هذه الصورة انقر مع السحب الى شريحتنا والقالب نحن شغالين عليه. فممكن من خلال اللون نختار احد الفلاتر اللونية ومحتاج يكون قريب للون الابيض فرا اختار هذا الفلتر وبنكر مع السحب للداخل لحتى انا اصغر واخد مساحة معينة لالوم. تمام? بالضبط يا اصدقاء. طيب ممتاز وجميل جدا. الان احنا عم نحاول نرسم فقط الهوية البصرية. نحن نبدأ بالاكشن بعد قليل. محتاج نضع اسم اللعبة او اسم المسلسل اه اسم المشروع يعني اللي انت شغال عليه بطريقة تكون جميلة. فكمان كنت محضر اه اللوجو المسحوب ايضا من النت يعني من جوجل بنكر مع السحب. وبضيف اللوجو او الاسم بهذا المكان. انت بتصمم الان بالطريقة يلي بتناسبك. طيب راح نضع الاسم بهذا المكان. راح نضيف خط عندي يعني القسار. عشان يوحي بانه في عندي شيء موجود هون. فلما اقرب المشير عليه يعطيني السهم عشان اشوف وصف الدرس او وصف القصة. وصف اي شيء. اه فينا نقول احب بروتوكول او قواعد اجتياز اللعبة. ممكن اذكرها للطالب او اذكرها كمشروع. اه تقديمة فلان. بيتكلم عن فلان. ايه ما هناك. فالديسكريبشن او حلقة الوصف في البداية للمشروع. اللي توصف صاحب المشروع. والهدف من المشروع. وكيف راح تقود وتتجول ضمن المشروع. نبدأ بسيطة ربما تكون عنك. او تكون حسب المسار. قلت لك ربما يكون انت عبتقدم اطروحة او مشروع تخرج معين. او ربما رقابل تكون معلم او مدرم. فلي كل حد بيكتب وصف هو محتاجه. فلهيك راح نتوجه الى ادراج. ومن اشكال عفوا راح ناخد اه خط المستقيم. وبنكر مع السحب للاسفل مع مفتاح الشيفت. وبختار ايضا اللون الابيض وراح نختار سماكة. سماكة تكون كبيرة شوي معي بهذا الشكل. تمام? طيب. الان اه من محاذاة راح نختار محاذاة الى المنتصف عشان اضبط محاذاة العمودية. ممتاز وجميل جدا الان. راح نتوجه الى ادراج ومن اشكال بنختار الشكل البيضاوي او عفوا بنختار المستطيل ذي الزوايا المستديرة. وبنكر مع السحب هون راح اوضع عندي العنوين الرئيسية. فبختار لهذا الشكل بدون اه تعبئة. وبختار لون الاطار باللون الابيض. وبختار السماكم مناسبة بحيس ان هو يبان معنا فقط لا غير. تمام? طيب. وبكتب بداخله العنوين. فحتى ما اوطيل معاكم بهذه النقطة عبارة عن ادراج مربع نص وتكتب العنوان الكامل. انا راح اخذ النصوص الموجودة عندي اياها بالعمل السابق. يعني راح احدد هذه العنوين. وبختار كنترول زائد سي. هذه العنوين افتراضية. وكنترول زائد في. وخليني اسحبها على هاد المكان. تمام? عبارة عن ادراج. متل ما حكينا عبارة عن مستطيل. تمام? وبداخله مربع نص عظيمة في عنا الان ايا مش لاطلاقا. فينا نقول ببساطة واختصار قمنا بتصميم الشريحة الرئيسية. ازا كان في عندي الان بعض الاكتف بعض النشاطات ممكن اشتغلها. فممكن اشتغلها. بمعنى نحن لما نشغل العرض للاول مرة راح يكون العرض جامد وجاف مية بالمية. خلين نعمل شوية للعرض. بمعنى طيب بمعنى راح اختار اول شيء للصورة. اعمل هذه الصورة. متل ما انا شايفين. وبنقر مرتين. او بتوجه الى تنسيق الصورة ومنفعها الاقتصاص. راح نقص المساحات اللي انا ماني محتاجة. وابقي على مساحة الشخصية فقط لا غير بهذا الشكل. تمام. راح نحاول من ازالة الخلفية. انزيل الخلفية. وابقي فقط يعني انا ماني محتاج يعني الرأس وبالدقة كاملة محتاج الحف اليمينية لتفاصيل الشخصية والحف اليسارية. هذول يكونوا على اقل واضحات. فبضع اه علامة مسلا موجبة. وبنكر مع السحب لحتى انا اضيف بعض النقاط بهذا المكان. تمام? متل ما انا شايفين. والخلاص انا هذا يلي محتاجه. هذه لازم اغطيها. هذه لازم اغطيها. تمام? محتاج ازهار هذه المناطق. بعطي الاحتفاظ بالتغيرات. طيب برجع الان بطبق الشكلين عفوا فوق بعضهم البعض. تمام? بحاول يكونوا التنتين ما يعطيني ايحاء فصل انه هون الشكلين او كزا. هون عبارة عن ايش? عن شكل واحد. الان يا اصدقائي راح نحاول نعمل عملية خضع جميلة جدا. ونعطي اه متل ما حكيت اكشن لاتعامل مع فن الحركة وفن الاظهار حتى بالشريحة الرئيسية. لانه انت لازم تجزب قدر الامكان جمهورك بالسلايد الاول. بالشريحة الاولى. تمام. راح نفعل اول شيء جزء التحديد. ونبدأ بعطاء بعض المسميات. حتى نعرف عن ايش نحن عم نتكلم. طبعا هذا الشكل اللي بالخلفية تماما هو عبارة عن الاطار. راح نسمي اطار. بنسمي باللغة العربية. يعني اطار مشان نعرف عن شيء عن ايش نحن عم نشتغل. وهذا الموضوع راح يلزمنا بالتحديد بعض شوي. حتى ما نتعزب نعرف الاشكال بمسمياتها. الصورة يلي هو خلفه هي الصورة اللي بالخلفية. تمام? بنسميها خلفية. تمام بهذا الشكل. عندي الجروب الاول بحدد عليه. اه يعطيني ايش هنا? القائمة. فخليني اعيد تسميتها الى القائمة. تمام. وعندي ايضا الاعلى منها اه هذا اللوغو. مسلا بسميه اللوغو او الاسم المشروع البنت بحتاجه يعني. تمام? اه عندي خط اه مستقيم. هذا مستقيم فقط لغير مشان نعرفوا ان هو المستقيم اليساري. اه عندي ايضا هون هذه عبارة عن مجموعة. هذه المجموعة بنسميها العنوان الاول. تمام? وعندي هون المجموعة التانية بسميها العنوان اتنين. العنوان التاني او العنوان الثاني. طيب عندي هون العنوان الثالث. تمام? عندي اه اخر شيء هي الصورة اللي قمنا بتفريغ خلفيتها. تمام? فينا نسميها على سبيل المسال الشخصية بما نحن نفرغناها وبقي معنا فقط الشخصية. الفكرة بالموضوع. هذا الشكل انا محتاجه يكون ما بين الخلفية والشخصية. ما بين الخلفية والشخصية. لاحظة الان احنا لو نقلنا وسحبنا لليسار. شو العمل اللي بيصير? اه ممتاز جدا جدا جدا. بمعنى انت ازا كان قمت بتفريغ الشخصية قبل ما تضيف اللوغو حاول تشتغل على الليارات. ما يكون معاك اللوغو وين? بالاول. ازا كان اللوغو بالاول رح يمشي وين? اه بالاعلى. انا محتاج يكون هذا اللوغو ما بين صورة الخلفية وصورة الشخصية. فلهيك بعمل كونترول زد باي مكان لكن حصرا يكون بين الاتنين. خلني اعمل كونترول زد وكونترول زد. لاحظ الان بين الاتنين. هذا الموضوع ليش انا اشتغلته? عشان نعطي ايحاء حركة جميلة ويبهن معاي النص يعني باين انه المظهر واقعي. اكتر ما نحن شغالين عن البرنامج باوربوينت. ونلفت الانتباه بالشريحة الاولى بكل ما ستطعنا. فرح نتوجه الى حركات. وبجي بختار على سبيل المسال تحريك للداخل. وبختار يكون عندي من اليمين. وين اليمين? هذه اليمين. ممتاز. رح نفعل خيارات الحركة. وبختار يكون عندي البدء مع السابق بمدة زمانية. ولا يكون عندي بمقدار. هلأ ما نشوف السرعة. تمام? بنفوت الى خيارات تأثير وبعمل وثب عند النهاية. اعطي موافق. ممتاز. خلينا نشغل ونشوف شريحتنا. لما نشغل الشريحة راي يعطي هذا المظهر. فبيصدم الجمهور. وبيشوفوا شيء غير متوقع. تمام. فراح نزيد كمان مسار الحركة او مدة زمنية لان المسار هو طويل اساسا. راح نشغل. تمام. ممتاز. فالموضوع يبدأ بلفة الانتباه. بان انت ما اخذ صورة سابتة اصبح في عندي شيء جميل يشد الانتباه. فالناس تبدأ بمتابعة ما لديك. طبعا نحن الى حد الان ما انتهينا من تصميم الشريحة الاولى. في عندي هذا العنصر الموجود حتى يعطيني ايحاء البحث. ربما واعطي اقناع للناس بان هذه الشاشات تفاعلية. وهذه التصميم ايضا تفاعلية. فلازم لما امرر المشيرة على هذا المكان يظهر عندي مربع حوار البحث. حتى ولما كان في بحث هو عبارة عن محاكاة فقط لا غير. فلهيك راح ننقر باليمين وبختار تكرار للشريحة. بالشريحة رقم اتنين. بالشريحة رقم اتنين. محتاج اول شيء هذا العنصر ما افقد حركته. لاني اساسا واتحرك هون. وما لازم تحرك مرتين لامرر المشيرة. فلهيك راح يعني لما انسى بعمل او ازالة لحركة هذا اللوغو. وبتوجه الى ادراج. الى اشكال. مستطيد ذو زوايا مستديرة. وبنكر مع السحب. وبنعمل التفاف للزوايا. بختار لالو للاطار. طبعا لون ابيض. وبدون عندي تعبئة. تمام. وبختار لالو نمط حركة. هذه حركات. وليكن عندي. وليكن على سبيل الميسان اختار مسح. تمام. ويكون عندي مسان مسح من اليمين. جميل جدا. بختار يكون عندي اياه مع السابق. يعني من تظهر معي الحركة. الان الان راح نرجع خطوة للخلف. اللي انا توجه الى قائمة عرض الشرائح. ولإعداد عرض الشرائح. بهذا النوع من انواع العروض التقديمية. يجب عدم الانتقال الى الشرائح التالية بالنقر باماكن عشوائية. فحصلا لازم يكون في عندي ارتباطات. لذلك انا اول شيء بابدأ باختيار مستعرض دون مراقبة. اللي هو اني انا اقدم هذا العرض من خلال الاجراءات. بمعنى يتم الانتقال الى الشرائح من خلال ازرار الاجراءات. تمام. اعطي موافق. هذا طبعا سما للعرض كامل. برجع للشريحة الاولى. يا اصدقائي نحن محتاجينه. انا بدي انقر على مفتاح او امرر المشيرة على على هذه الايقونة. يتم استعراض هذا الشكل. ممتاز. ازا اول شيء لاحظ الان الايقونة موجودة خلف هذه الصورة. فمحتاجين نحن نظهرها للمقدمة. فبحدد عليهم. بتوجه لتنسيك الصورة. واحضار الى المقدمة. فخلاص هي اصبحت معنا ايش? بالمقدمة. ونتوجه الى ادراج. نتوجه الى اجراء. وعندي تبويبين. عندما انقر بالماوس. ايش بتحب يصير? وعندما امرر الموس فوقه. ايش بتحب يصير? انا بدي لما امرر المشيرة على هذا المكان. ينقلني الى الشريحة اتنين. ويبدأ ظهور مربع البحث. فيعطي ايحاء بانه الحركة ظهرت بنفس الشريحة. تمام? فبختار تباطة شعبي. الى الشريحة لرقم اتنين اعطي اوكي. ومن ثم اوكي. خلونا نجرب تجربة فقط ونكمل العمل. ظهر معي الايقونة او اللوغو عفوا. لاحظ لما اتقرب المشيرة اه ظهر معي بشكل جدا جميل. الان الفكرة انا بدي لما ابعد المشيرة يختفي ويرجاني للشريحة الاولى. طيب باجي للشريحة رقم اتنين. لما نجي نحنا اه لاحظ برجع بحدد فما لاحظ ايش? انه انا كمان في عندي هذه الصورة او هذا المجسم او الشخصية هو اللي عندي ايام بمقدمة الاشكال. فكيف راح نتعامل مع هذا الموضوع? تمام? راح اجي كمان احدد. احدد هدول الشكلين. وباجي باختار. شو بنختار هون? عندي احضار الى المقدمة او الى الامام. انا بدي الان لما ابعد المشيرة عن هذا المستطيل. تمام? ارجعني للخلف يعني. الان ينقلني الى الشريحة رقم واحد. هوني بقى الان نحن محتاجين خضعة مخفية. ونحن نعتمد عليها بتصميمنا بهذا المشروع او غير المشروع متقدم. اصدقائي راح تشوفوا ان المواد هي بسيطة. الادوات بسيطة. الموضوع يعتمد على مخيلة خصبة وافق بعيد فقط لغير باستثمار هذه الادوات. راح نتوجه لاحظ معي الى ادراج من اشكال. راح اختار مستطيل ورح نرسم مستطيل على قدر فراغ الشريحة بالضبط كاملة على كل الشريحة. بختار له بدون اطار. وخلي التعبئة معنا اليوم باللون الاسود. كلام جميل. هذا الاطار هذا الاطار راح اتوجه واعطي ارسال الى الخلفية مستوى مستوى. يعني يكون ايش? خلف اه خلني بس اشيل المؤشر عنه. يعني خلي يكون عندي ايام خلف هذا الشكل. تمام? مربع البحس يعني. وخلف يعني بمعنى انا بس طلعت من هذه المساحات راح تكون الموس وين موجودة? على المستطيل. تمام. بحدد على المستطيل الان. على المستطيل اسود. وبتوجه الى ادراج. وبنتوجه الى اجراء. وبتوجه الى تمرير الموس فوقا. ومن ارتباط الشعب يقول له لو تكرمت رجعني لسلايد الاول او شريحة رقم واحد. اعطي موافق ومن ثم موافق. لكن انا ماني محتاج يعني نحن صممنا تصميم جميل جدا. عليش انا احط اللون الاسود. قال ما تشغل بالك انقر باليمين. وتوجه الى تنسيق الشكل وعمل شفافية مية بالمية. خلاص. اختفى اللون الاسود. فاصبح عندي مستطيل وهمي. ما رح يظهر للعيان. لكن الارتباط وين موجود? هو موجود عليه. خلونا نستمتع بالفكرة اللي قمنا بانجازها يا احباب. ممتاز حركة اللوجوم. امرني للمشيرة. نقلني الى الشريحة التانية. لما ابعد رجعني للشريحة الاولى. بقرب المشيرة. ظهر مربع البحث. ابعد المشيرة. اختفى. جميل. الموضوع يزيدك الجمالية بصراحة. واستمتاع في صناعة المحتوى. وتصميم مشروعك. وكونوا على يقين ان المشاريع بالعموم تحتاج منك البذل. تحتاج منك الجهد. تعطيها حقها ومستحقها. عشان تأدي الامانة لجمهورك او حتى لمشروعك التخرج فهو اي شيء يخصك. فلازم تستمتع وتبذل الجهد. وتستمتع بهذا الجهد العمل اللي بتقدمه في تصميم المشروع. طيب الان ممتاز. اخطينا الان لحد الان بهذا الوقت الجميل مع حضراتكم خطوات جميلة. واصبح عندي يعني تشويق لاتمام هذا العمل. برجع للشريحة رقم واحد. الشريحة رقم واحد انا بدي لما امرر المشيرة على هذه المنطقة يظهر لي السهم. فلهيك راح انتوجه الى ادراج. وبرسم مربع نص معين. بداخل مربع النص راح اتوجه ايضا الى ادراج. وباخد اه رموز. وببحث عن اسهم ولكن عندي هذا السهم. او انك يعني هذا السهم جميل. كونه في له لونين جميل. او انك تاخد اسهم جاهزة من البرنامج. او تاخد اشكال جاهزة كصور ما عندك اي مشكلة بالموضوع. اعطي ادراج ومن ثم اغلاق. راح نحدد ونكبر حجم الخط شوي. عشان يضح معنا وخلني اختار وليكن معاي اللون الابيض. لاحظوا جماليت اه هذا السهم جميل جدا جدا. طيب. راح اتوجه الان الى تنسيق الشكل. ومن استدارة. بنعمل استدارة بلسبة تسعين درجة. لاني محتاج يكون عندي ايش? افقي. راح نسحب الان. تمام? السهم على هذا المكان. انا هذا السهم ما لي محتاج يكون عندي اياه بالشريحة رقم واحد. انا محتاج لما امر المشيرة على هذا المكان يظهر. ممتاز. فلهيك بعمل زائد اكس. يعني بقص الشكل الكامل. وانقر على الشريحة رقم واحد. وبعملها تكرار. وبسحب هذه الشريحة وبتصير عندي هي الرقم الثلاثة. بالشريحة رقم الثلاثة انا بأبرجع السهم. المراد الان خليني اول شيء نبدأ بوضع اه نظامي للسهم. وليكن عندي المؤشر بهذا المكان. بالمنتصف. وابدأ بوضع حركة لألم. وليكن عندي على سبيل المثال تحريك للداخل. وخلي يكون عندي اياه من اليسار. تمام? وخلي يكون عندي اياه ايضا مع السابق. وبتوجه الى جزء الحركة. اللوغو بارجع بزيل للحركة الخاصة لاني محتاج تظهر معي حركة اللوغو متل ما اتفقنا فقط بالشريحة رقم واحد. ولحتى ما يبين عندي انتقالات الى شرائح تانية. وبان هذا العمل كله مضمن بشريحة واحدة. ألغي كل الحركات الفرعية. انا محتاج الان فقط هذه الحركة بختار من خيارات الحركة وثب الى النهاية. تمام? وبعطي مدة زمنية تكون لا بأس فيها. تلاحظ الان. جميل. طيب. الان الشريحة رقم ثلاثة اصبحت جاهزة مية بالمية. برجع شريحة رقم واحد. انا بدي لما فقط امرر المشيرة على هذه الحتة يظهر اللي يستهم. بمعنى ينقلني الى الشريحة رقم ثلاثة. فلهيك بتوجه الى الخدع بالاشكال الغير مرئية. رح نرسم الان وسط طيل معنا. وليكن بهاي المساحة. وبختار الالو بيدون اطار. وخلي يكون عندي مبدئيا بتاع بيالون اسود عشان نعرف نحن عن ايش عم نشتغل. بتوجه الى ادراج وبعطي اجراء وبختار تمرير الموس فوق وبعطي ارتباط تشاعبي الى الشريحة رقم الثلاثة اللي هي فيها السهم. واعطي اوكي واعطي اوكي. الان احنا بالشريحة رقم واحد لاحظوا معي الان. لاحظوا معي. ظهر معي اللوغو بشكل جميل. مربع البحث بشكل جميل. تمام? لا تخافوا الان من هذا المظهر ما في مشكلة. لحظ لما نقرب المشيرة على اللون الاسود نقني للشريحة رقم ثلاثة وظهر معي السهم. وهذا اللي انا محتاجه. تمام. هلا الان برجع على هذا المستطيل انا رسمته. تمام? انكر باليمين وبتوجه الى تنسيق الشكل. وبعمله شفاف بنسبة مية بالمية. ممتاز. فالان احنا نستقل بالشريحة رقم ثلاثة. لاحظوا معي. خلني اعيد مشان تصل الافكار لعلكم. تمام? انا لما مررت المشيرة على هذا المكان هو نقلني الى الشريحة رقم ثلاثة. انا بدي لما ارجع المشيرة. اه بعض عن السهم. ارجاني للشريحة رقم واحد. ويتم اختفاء ايش? اختفاء السهم. ما يبقى عندي السهم. فشو بسوي? المستطيل الوهمي يلي رسمناه بالشريحة رقم اتنين. رح ناخده المستعين فيه. فبرجع الى جزء التحديد وندور على المستطيل. عندي مستطيل زوايا مستديرة. عندي صورة البحث. واعلى منه اه هذا هو المستطيل. هذا المستطيل الشفاف. لعظوا. هذا عبارة عن ايش? المستطيل الشفاف. هذا المستطيل رح نسميه مسلا اه مستطيل. وهمي. عشان نعرفه. وهذا رح نسند عليه كارتباطات. المستطيل الوهمي هاد. تمام? باجي بختار الالو كنترول زائد سي. وبروح الى الشريحة التالتة وبختار كنترول زائد في. تمام? وبتوجه الى تنسيق الشكل ومن محاذة الى الوسط ومحاذة الى المنتصف عشان يكون على فراغ الشريحة بالضبط. لكن انا محتاجه يكون وين يكون? يكون خلف المستطيل الموجود هون او عفوا هو خلف الرمز هاد بحد ذاته. فالرمز لحظوا الرمز الموجود هذا هو خلي نسميه مسلا اه مؤشر. تمام? انا محتاج انا محتاج لما ابعد المشيرة عن المؤشر. المشيرة تكون فوق المستطيل. تمام? فلهيك لازم انا عامل ترتيب. بمعنى لازم يكون عندي المؤشر كطبقة ان تكون اعلى المستطيل. على المستطيل الوهمي. الان خلنا نجرب ونشوف شي اللي نتج معنا. هذه الشريحة الاولى. ممتاز. لما اقرب المشيرة على هذا المكان ظهرت معي الحركة. لما ابعد المشيرة رجعني للشريحة الاولى. باجي على السهم. اه مربع البحث. رجعني للشريحة الاولى. برجع لهون. ممتاز. جميل. جدا جدا. بتصميم الواجه الرئيسي للمشروع. يجب ان تكون بهذا الاكشن. الان انا محتاج بالشريحة رقم التلاتة. بعد ما ظهر السهم. لما انقر عليه يتم استدعاء الوصف. عشان نقرأ الوصف. فكيف رح نتعامل مع هذا الموضوع? فرح نبدأ بوضع مكان او رسم مكان وتخصيص مكان للديسكريبشن. ويتم استدعاءه عندما انقر على ايش? على هذا السهم. رح نتوجه الى ادراج من اشكال رح نختار مستطيل معين. او بزوايا مستديرة ما عمدك مشكلة بالموضوع. حسب ما ترغب. وليكن مسلا اعطي انحناءات جميلة. بختار الالوب يضون اطار والتعبية باللون الاسود. وبعمل الالوب شفافية بعض الشيء. يعني يكون يعني باللوري او في مين بنسبين احنا. جميل. تمام? ممكن تعمل الالوب تدرجات لونية بالاطار. فيعطي الموضوع يعني شيء جمالي اكتر. خلنا نجرب. بتوجه الى خط متدرج. ازيد العلامات اللونية. تمام? بهذا المكان. طيب. اه هذه العلامات باجي بختار مسلا لون اصفر. وعندي هون اللون التاني لون اسود. وبرجع الى اللون التالت واختاره اسفر. وبجعل هذا التناوب موجود ما بين الالوعان. ما بين الاصفر والاسود. بضيف علامات تدرج. مدة تالية. عندي هون اعتقد وصل على الاصفر. وهذا اللون الاسود. واخيرا اللون الاصفر. تمام. بتوجه الان الى طبعا عندك الاتجاه من هون. باجي بختار مائل. وازا حبينا نزود العرض شوي. تمام? فالموضوع شيق. لاحز الان وجميل جدا جدا كرسمة ظل واضاءة ولا معان. راي على الغاية. راح اضبط الشكل الان يكون عندي اياه على المنتصف. تمام? ويكون معانا بهذا الشكل بحيس يغطي المساحة الخلفية. وازا حبينا نوسعه كمان لا مش بموضوع حسب الديسكريبشن يلي عندك. حسب الوصف يلي عندك. خلي ولا يكون معانا بهذا الشكل. تمام. راح نرجع الى المواد يلي عندنا. خلني اختار ولا يكون عندي هذا العنوان. نفسهم نعمله عملية معالجة. حتى ما نكتب مرة تانية. تمام? بتوجه الى اقتصاص. راح نقص المساحات العلوية. تمام? وابقي فقط على التكست او العنوان فقط لغير. اه وبسحب العنوان عندي اياه لهون. هذا عنوان لفكرة العمل. وهو فكرة المشروع بالعموم. ايضا ازا حابنا نعمل ايحاء التقييمات. باستخدم نجوم هذي عبارة عن صورة اه بي ان جي مفرغة يعني صورة عادية نجم. يعني فوت على جوجل. وابحس عن اه نجم بصيغة او من الموقع اللي كنت انا بشاركه دايما مع حضراتكم. هدي اكبر. تمام? ممكن تسحب صور بي ان جي جميلة. اضغط مع شفت وبحرك اليمين. ايضا كنترول مع شفت. تلات نجوم. وهذه اربعة. وهذه خمساتة عبارة عن تقييم. خلني احدد الكل. وعملوا انجروب وانتهي من قصتنا عشان ما يغلبونا. ممتاز. واخيرا بتوجه الى ادراج. وناخد اي نص افتراضي. اه خلني الونه باللون الابيض لحتى يضح معانا. بنشيل الظل ومنزغر حجم الخط. وبكتب معادلتنا الجميلة والشهيرة. هي تساوي لوريم. واستدعي اي فقرات اه النص يعني من البرنامج. عفوني ساعدني. تمام? اعطي اه فهو اعطاني نصوص جاهزة. خلني اصغر شوي. مع شفت ومنزغر المربع كامل. اه نعمل بعض المعالجة للنصوص. طريقة عرض. حجم خط. اختيار نوع. يعني شيء من هذا القبيل. ربما يساع معنا يمكن. تمام? ممتاز. هو جميل جدا. هذا عبارة عن وصف كما تكلمت عن النص. الان او وصف عن الدرس. او وصف عن اللعبة. اه وصف عن المشروع. او بروتوكول وقواعد التعلم. اللي انت محتاجه بتضيف اي انت محتاجه. او از كان في عندك مشروع تخرج انت بتضيف نفذي عنك. نفذي عن المشروع. اه عن الدكتور. اللي راح تقدم له المشروع. يعني شيء من هذا القبيل. المهم. هذا النص بحددهم مع النجوم. مع الاسم. مع الاطار. وبعمل جروب للكل. للكتلة كاملة. للكتلة كاملة. لحز معي. راح توجه الى حركات. وبختار تحريك للداخل. وبختار يكون عندي اياه من اليسار. وبختار ايضا مدة زمنية تكون يعني جميلة يعطي ايحاء حركة حلوة كتير. متوجه الى جزء الحركة. تمام وبعمل وثب عند النهاية. وليكن عندي بهذا القدر. وثب عند النهاية. لحظوا الحركة. جميلة جدا. لكن. هذا شو كان اسمه? لو توجهنا الى اه البنال التحديد. هذا اسمه مؤشر. شو سمينا نحن? مربع النص هذا كامل. مؤشر. بمعنى انا لما انقر على المؤشر. يتم استدعاء مربع النص او الوصف. ما يتحرك تلقائيا. فشو بسوي? بجي بحدد الان هذه الحركات. بجي بحدد الان على الجروب كامل اللي عملنا له حركة. وبتوجه الى مشغل. وعند النقر فوقا. وبروح ببحث على ايش? على المؤشر. بمعنى لما انقر على المربع النص الخاص اللي نحن سميناه مؤشر. يبدأ بالحركة. ممتاز? خلنا نجرب ونشوف ايش يلي خرجنا فيه لحد اللحظة. هذي طبعا من الشريحة رقم واحد. ظهر معي اللوغو بطريقة جدا جميلة. وقلنا عندي ايحاء البحث بهذا المكان. وعندي السهم بهذا المكان. منلاحظ الان وجود الهنجر او الاصبع فوق السهم. لاحظنا نحن لما بعدناها هو خلاص اختفى. لما رجعناها ظهر. لما انقر ظهر معي. ظهر معي نسطيل والحركة. انا محتاج لما ارجع انقر على هذا الشكل. يرجع معي بالعكس. شو بدي اسوي? يمكن شو بيحير ما هيك? لا تحتاروا. رح ارجع احدد مرة تانية. رح ارجع احدد مرة تانية على القروب كامل اللي هو الوصف. وبتوجه الى اضافة الحركة. وبجي بختار خروج. ولكن عندي على سبيل مسال تحريك للخارج. وبختار يكون عندي ايابي نفس الجهة الى اليسار. تمام? ونشوف من خصائص الحركة شو في عنا حركة. اه وليكن عندي مسلا بدء متجانس. يعني يكون في عندي فيد اثناء الحركة. يعني ما يكون بسرعة واحدة. يوما في ثموث او حركة تكون ناعمة. تمام. تمام. وما عندنا رح نزيد المدة الزمانية شوي. تمام. الفكرة الان اللي هو عند المشاغل. قيمت يخرج اه هذا التكست او المربع للجروب كامل. بجي بختار المشاغل. عند النقر فوقه. تمام. ايش رح نختار? لازم نختار لهذا الجروب نفسه. فبنرجع الى قائمة التحديد. وبنشوف هذا الجروب شو اسمه? اسمه المجموعة اداعش. شو اسمه? المجموعة اداعش. بمعنى انا بدي لما انقل على المجموعة رقم اداعش. يبدأ التأثير بالخروج. يبدأ حركة الخروج. تمام? هذه هي تأثير الخروج. هذا هو. بجي بختار مشغل. عند النقر فوقه وبختار المجموعة اداعش. خلونا نجرب ونشوف من المجموعة رقم واحد او من الشريحة رقم واحد. كيف حصلنا على هذا الارتباط والتأثير. طبعا زهر معاي سهم. لما راح انقل لمرة واحدة تم استدعاء الوصف بشكل كامل. منلاحظ الان هذا المربع كامل فيه عليه هنجر او اصبع. لما انقر عليه فيتم اقصائه او يعطائه الاذن بالمغادرة. ممتاز. مرجع مرة تانية. بنشوف. بنقل لي مرة واحدة. ظهر. ولما انقر على الوصف غادرني مرة تانية. هيك احباب القلب يكون نحن اتمينا كل شيء نحن محتاجينه بتصميم المقدمة. اعتقد الموضوع اخد شوية وقت لكن لابد واتفقت معاكم طالما ان المسمى مشروع لازم ياخد حقه بالوقت والجهد والبذل والتعب والاجتهاد لحتى ما هو اساسا اسمه مشروع. فما في عنا شيء سهل. تمام? والشيء يعني بياخد وقته بالمستحقات والتعب. اجه راح يكون اكبر بكتير من الاعمال النورمال والدفلت والبسيطة والتقليدية. الان نحن محتاجين لما نبقى الان نبدأ بالانتقال الى الاقسام. انا بدي انتقل الى القسم الاول قسم الثاني قسم التالت. وابدأ باستعراض هذه الاقسام. ونحن باللقاء السابق طبعا كنا صممنا هوية جميلة جدا جدا عن هذه الاقسام. كيف تم استعراضها وانشاءها بطريقة جدا جميلة. فمتل ما انا شايفين نحن محتاجين اه تلت شرائح ابتدائيا لانا عندي تلت اقسام. فمحتاجين تلت شرائح. فكيف راح نصمم هذه الشرائح? طيب. راح انقر باليمين وبعطي سلايد او تكرار للشريحة. وبس حبل الاخير. بداية. راح اقوم بازالة كل العناصر يلي انا ماني محتاجة. تمام? طبعا اترك العنوان الاول لان انا محتاجهم يكون عندي اياه بالاعلم. لان هذا عنوان للمكان اللي انا فيه. اه تمام هو القسم الاول. وهذه المؤشرات بقوم بازالتهم ما بقيت انا محتاجهم. راح نغير الان وهذه الصورة كمان اقوم بازالتها ومحتاج اني اغير الصورة الموجودة بهذا المكان. فلا هيك اه اما بعمل او بعطي تغيير انقر باليمين وبعطي تغيير الصورة من ملف. نفس الطريقة انت كيف تحب تشتغل? ما عندك مشكلة. الان خلينا ازيلها والصوريات دي اقوم الان بالسحب. ويجلبن الى هذا المكان. خليني اختار وليكن عندي هذه الصورة. بنقر مع السحب. وابدأ بتزيين الشكل الخاص بايش قلنا بالمقطع الاول او القسم الاول من الدرس. انا ماني محتاج الصورة كلها. انا محتاج هذا الجزء من الصورة. هذا الجزء من الصورة واعمل بعض التكستر او الملمس باخفاء بعض الاجزاء من الصورة. فلهيك راح توجه الى اقتصاص. ومنقص الان كل المساحات ربما اللي انا ماني محتاجة. وليكن معاي مثلا بهذا الشكل. تمام? قصينا الصورة. وبرجع بتأكد اه نسبة القص تكون معاي ستعاش على تسعة. طيب راح نكبر الان على ملء الشريحة بالضبط. ممتاز. ومنعطي ارسال الى الخلفية. تمام? وبتوجه الى التأثيرات. هذه هي التأثيرات. وبجي الى اه تحسين طبعا الصورة. وبجي الى الصطوع. وراح نقلل الان من الصطوع الصورة. ممتاز جدا. الان محتاج ان اغطي هذه المساحة وتكون مساحة من لون معين من الخلفية. لكن ماني محتاج هذه التدرجات. فكيف اعمل تدرج لزهور اه الصورة. فاتوجه الى ادراج. وهذه اشياء جميلة انا بحب والله انكم تتعلموها بالعموم. خليني ارسم مستطيل على قدر فراغ الشريحة بالضبط. كاملة. بختار الالو بدون اطار. وبختار التعبية متدرجية. تعبية متدرجية لكن عندي ايام ايش? من لونين فقط لا غير. اللون الاول طبعا خليني اختار يمين ويسار. طيب هذا يمين ويسار. تماما. اللون الاول هاد انا محتاج يكون عندي ايام الالوان الخلفية. وليكن عندي مساء من هذا اللون. واللون التاني ايضا محتاج يكون عندي ايام النفس اللون الخلفية لكن راح عمله شفاف. بالاخير يكون عندي ايام شفافية. بمعنى الان احنا لو اسقطت الصورتين فوق بعض والبعض يعني الشكل فوق الصورة. لحظوا معي الان. فيني اتحكم بظهور مساحات واخفاء مساحات. واعطاء تفاصيل اكتر وضوح بالمكان اللي انا محتاجه. طيب الان لو اخدنا بشكل زاوية. اعتقد هذه الزاوية جميلة. تمام. تمام. ورجعها حبها شوي. تمام. بيكون نحن الان رسمنا مساحة حلوة كتير. وازهرنا فقط بعض التفاصيل الخلفية. ما انا محتاج اظهر المساحة الموجودة هون. للخلفية اه المأخوذة من الصورة. فانا بعمل منطقة تعازل اللي انا محتاجة. خليني اعطي نقل الى الخلفية. كمان كمان. بس احضار مقضية ومستوى تمام. بمعنى اصبح عندي الصورة اللي بالخلفية. اه ومن ثم الشكل اللي قمنا برسمه. ومن ثم عندي الاطار. ومن ثم مربع النص هذا يلي قمنا بايجاده. او قمنا بتركه بهذا السلايد. راح ناخد الان اللوغو مرة تانية وبضع اللوغو عندي اياه يعني يكون عندي اياه بالاعلم. اللوغو او عنوان او مسمى بمنتصر بهذا الشكل. كلام جميل. خليني انا فقط اخد له مساحة شوي اكبر. تمام حتى. بهذا الشكل. راح نتوجه كمان وناخد الصوريات اللي احنا محتاجين نتكلم عن الاقسام. عندي مسلا قسم واحد وعندي قسم اتنين وعندي قسم تلاتة. خلوني اسحب هدول الصوريات وبندرج الصوريات بداخل البرنامج. اضغط طبعا الان. خلني اصغر مشان تشوفوا الصور. هدول هنا الصور. واحد واثنين وتلاتة. بحددهم مع بعض والبعض. اضغط وبنكر مع التحريك للداخل. لحتى ايش نحن قلنا نزغل شوي مساحاتهم. باجي للصورة الاولى وبختار قص بنسبة واحد على واحد. انا محتاج الصورة مربعة. زين. باجي الى الصورة التانية. تمام? نفس المبدأ خليني اختار بنسبة واحد على واحد. تمام? وفيك تحرك يمين ويسار. وتاخد جزء الانت بالدكية من الصورة. اترك تنتين في بعض. ممتاز تنتين بنفس الحجم. نفس المبدأ الصورة التالتة. باجي بختار بنسبة واحد على واحد. وانا محتاج هذا الجزء يظهر معي بالصورة. تمام? فالان حصلت على ثلاث صور بنفس المقاسات والصور كلهم عبارة عن صور مربعة. راح نكبر ان شريحتنا. ونبدأ بالعمل. راح اضغط شيفت وبنكر مع استحريك للداخل. عشان نعرف كيف نوضع الامور. اه اخد اول صورة على اليمين. وتاني صورة على اليسار. والصورة هذه بالمنتصف راح نعطيها احضار الى الامام. بضغط مع الشيفت ومنكبر من حجم الصورة. واتأكد بداية انها بالوسط تماما. وسط افقي. وبضغط وبحرك الاسفل شوي. تمام? عشان العرض يكون معنا جميل. الان الصورة التانية راح نبعدها شوي على هذا المكان. على المنتصف طبعا افقيا. والصورة التانية باخدها بالزاوية المقابلة بالضبط تماما. طيب. لاحظوا الان البرنامج يعطيني يعني هذه المقاسات انه هذا الموضع اصبح ممتاز مية بالمية. بدي اعمل شوي التحليات على الصوريات. شوي التحليات. راح نعمل نحن مؤشر الانتقال يمين ويسار. راح نعمل مؤشرات الانتقال بين اليمين واليسار. طيب اول شيء. بدي ابدأ في الصور يلي بالخلفية هدول الصور اللي هني لبعاد. محتاج يكون في عندهم تأثير الضبابية. لانهم بعاد. تماما باجي على الصورة التانية. وبختار التأثير بختار الضبابية. لانهم قلنا ايش? انهم بعاد. مش واضحات. لما اجي دورنا على المقدمة بعملهم ظهور. هذا واحد. اتنين راح اتوجه الى ادراج. وبيدي اعمل شيء من الاضاءة. شيء جميل جدا بما يخص موضوع الاضاءة. لحظوا معي. ارسم مربع على قدر الشكل بالضبط. قدر مسحت الصورة. بختار لها بدون اطار. والتعبئة تكون عندي اياها تعبئة متدرجة. لكن راح اختار احد الالوان الجميلة وليكن عندي هذا اللون. وبختار النمط يكون عندي اعلى واسفل. تمام? بهذا الشكل لحظه الان اعلى واسفل. تمام. هذا اللون بتركه اسود وبجعله شفاف بنسبة مية بالمية. تمام? هذا اللون ومحتاج يكون في عندي تدرج لوني فقط بآآ يعني باسفل الصورة. يعطي شيء يعني كملمس جميل جدا بمشروعك. وهذا ما اخد اساسا من نفس العوائل اللونية المستخدمة بالمشروع. الان بعمل كنترول زي الدين. وبكرر الشكل على الصورة التانية. وبزغر شوي. تمام? على قدر مساحة الصورة بالضبط. اضغط كمان بكرر الى الصورة التانية. الان هدول الشكل مع الصورة بعملهم جروب كنترول زائد جي. والشكل مع الصورة ايضا بعملهم جروب كنترول زائد جي. والشكل مع الصورة بعملهم جروب الكنترول زائد جي. الان هذا الشكل بضغط على مفتاح الشفت وبحركه للخلف. تمام? وبعطيه ارسال الى اه مش ارسالة الخلفية بالمعنى العام. لكن ارسال خلف فقط اه هاي الصورة. هذا الجروب نفس المبدأ باخده الى اليمين شوي. يكون بمساحة ومناسبة. كمان بعطي نقل مستوى الى الخلفية. ليكون معنا بهذا الشكل. هذا الجروب ازا حبيت اعمله منطقة عزل واعمل الظل. ربما الظل الان يعطي شيء جميل او شيء من الجمالية. وبختار لون الظل من نفس الهالة اللونية. ازيد ضبابية شوي. تمام? يعطيني منطقة عزل رائعة للغاية. تمام? هذا الظل يلي قمنا ايش? برسمه. هذه الهالة الضوئية. لحتى نرسم الاسهم بتوجه الى ادراج. والى اشكال. وفي عنا اسهم جاهزة. والى يكون عندي مسلا هذا السهم. اه راح نضيق شوي المساحة. تمام? ويكون عندي اياه بالمنتصف. بالضبط اضغط مع الشفت. خلني انا اقلص منه. حتة. اه جدا مناسب. بختار له بدون اطار. وخلي يكون عندي اياه التعبئة من نفس الول المستخدم. اختار زائد دي يعني وبعمل من استدارة انعكاس اه افقين. وخلي يكون معنا ايضا الى المنتصف او على قدر يعني اه الشكل التاني بالضبط. يكون معنا مسلا بهذا الحيز. اعتقد هذا الشكل محتاجين نحن ناخده للخارج شوي. تماما. طيب الان فينا نقول ان تصميم اه منطلق القسم الاول اصبح معنا جاهز. القسم الاول اصبح معنا جاهز. بمعنى انا بدي لما اه انقر على هذا المفتاح ينقلني الان الى القسم الاول. ينقلني الى القسم الاول. كيف راح نزبط هذا الموضوع? وخليني اعمله ايضا بتأثير اه التحويل المورف او التحول التدريجي. فانا محدد على هذه الشريحة بحتاج الدخول لا يكون الانتقالات تحويل تدريجي. تمام? جميل جدا. اساسا حتى العناصر راح نكمل عليها. راح تكون بنفس الخصائص التحويل او التحول التدريجي. هذا اول نبتل. الامر التاني. انا اللي بدي لما انقر على هذا المفتاح. فبحدد على مربع النص الداخلي. بتوجه الى ادراج وبختار اجراء. بعطي عند النقر بالماوس انقلني الى الشريحة. رقم اربعة. اعطي موافق واعطي موافق. خلنا نتأكد انه فعلا نقلنا ولا لا. تمام? لما راح انقر على هذا المكان. اه هو نقلني للشريحة رقم اربعة. نفس المبدأ انا محتاج اعمل مفتاح للرجوع لشريحة رقم واحد. فلهيك راح انسخ السهم الموجود هون. طبعا حتى ما نعيده مرة تانية. اختار زائد سي. وبجي لهون كنترول زائد في. وبعمل استدارة بهذا الشكل وبضعه من هذا المكان. خلني اصغر مربع نصر شوي. تمام. وبتوجه الى ادراج اجراء. وبقال له هون اعطيني ارتباط. طبعا مرور الموس بختار بلا. نزامي. وعندي ارتباط تشاعبي عند النقر وخدني الى الشريحة رقم واحد. خلنا نجرب ونشوف الارتباطات. تمام? عندي هون اخدني الى اه القسم الاول. وهون بدي يرجعني. كان في عندي حركة موجودة. خلنا نزيل الحركة فقط لا غير. ماني محتاج يكون في عندي هون اي ما في اي ضرورة الم. هذه الحركة بعملها ازالة. فقط لا غير. لكن الارتباطات اصبح الان ممتازة وجميلة. اه جدا جدا. الان انا محتاج اعمل تقليب استعراض ما بين اقسام المشروع الاول. او فينا نقول احنا افكار وفقارات الدرس الاول. بطريقة جميلة. كيف بدي اقل باول شيء? انا كم اه عنوان في عندي ثلاث عنوين. فانا محتاج كم شريحة يكون في عندي ثلاث شرائح. فلهيك بنقر باليمين. وبختار تكرار للشريحة. باجي للشريحة رقم اتنين. بالشريحة رقم اتنين هذه الصورة هذه الصورة لازم اضغرها وترجع محل هذه الصورة. وهذه الصورة لازم انا احركها وتكون معي بهذا المكان. تمام? تمام. كنترول زيد. وهذه الصورة لازم تجي لهذا القسم. عشان اشعر او اشعر ليس انا اشعر. عشان اشعر المتابع انه في عندي تدوير ما بين الاشكال بنمط مرتب. بنمط مرتب. تمام. الان بالشكل التاني هذا طالما ان هذا الشكل راح يكون بالامام خليني مباشرة انا اعطي احضار الى المقدمة. تمام. احضار للمقدمة. تمام. وهذا الشكل بضغط مفتاح الشفت وبحرككم الى خلف الشكل السابق. ممتاز. الشكل اللي بالامام الجروب اللي بالامام بجي بضغط وبحرككم على هذا المكان. بضغط مع وبوسعه. وبحول يكون بنفس المقاس تماما. ممتاز وجميل جدا. الان الفكرة ان الجروب يلي اللي هو خلف المنه الجروب يلي خلف المنه محتاج انا اصغره واخده لحون. بس كيف دي اطلعه ما وصله بالخلف? اعتمد على جزء التحديد. نحن بالجروب اللي رقمه تلاتة عشرين. صحيح? طيب راح تنجي على جروب الارباع عشرين لحظة واشر ليا. لما انقر واسحب اه هذا هو يطلع معانا بشكل جميل. اخده لهون شوي. اضغط مع الشفت. ومنزغر. لاحظوا الان المؤشرات كلها بتساعدني. اضغط كمان واحركه ليسار شوي. بيكون طلعنا الان بنفس الحجم تماما. طلعنا بنفس الحجم تماما. بعيد مرة تانية. هاي الصورة راح ترجع لهون. وهذا الشكل راح يجي لهون. صحيح? لاحظوا الان. هذه الصورة جيت معي لهون. فهذه كان فيها ايش? كان فيها كان فيها اه وضوح. بس بديها ترجع نعملها طيب هذا الجروب شو مكوناته? مكوناته هذا اللون والصورة. هذا اللون لاحظوا هذا هو اللون. وهذه الصورة. الصورة بحدد علي وبتوجه الى تنسيق الصورة وبختار لالها بجي على الجروب الامامي. الجروب الامامي نفس المبدأ نفتحهم. في عندي المستطيل هو اللون. وفي عندي الصورة. بجي على الصورة. وبجي على تنسيق الصورة. وبلغي التأثيرات اللونية منها. بعطيها الحدية. بقى تظهر معنا يعني. تمام? بهذا الشكل. الان انا كيف بدي اوصل اه على 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 هاي الصورة. يعني انا كيف بدي انتقل من هاي الشريحة الى هاي الشريحة. انتقالنا هون لوين عبي يصير? هذا الشكل عبي انتقل لوين? لليسار. ازا انا بدي انقر على هذا السهم. بدي انقر على هذا السهم عشان ياخد هذا الشكل او هي الصورة الى هذا المكان وتطلع لي هذه المرحلة. او فيك تقول ازا انا بدي اظهر هاي الصورة بانقر على اليمين. ازا بدي اظهر هاي الصورة انقر على اليمين. فربما يكون هذا منطقي اكتر. فلا هيك انقر على هذا السهم. بتوجه الى ادراج. بتوجه الى اجراء. ارتباط شعبي الى شريحة اللي رقمه خمسة. اعطي اوكي واعطي اوكي. خلونا نجرب احباب. شوف نحن التأثير الجميل اللي حصلنا عليه. طبعا نحن اخذين للشريحة تأثير مورف. انقل لمرة واحدة. ممتاز يعطيني هذا الشكل الجميل. صف عندي موضوع الهال اللونية. اللي هو موضوع الظل. الظل انا باجي الان بلغي من هذا القروب. بلغي الظل. عشان يكون عادي يعني. وباجي بطبق الظل على ايش? على هاي الشريحة او عفوا هذه الصورة. وبختار نفس اللون. ونعطي شوي ضبابية. متل ما اتفقنا وانقلل شافية شوي. تمام. نفس المبدأ راح ارجع اعمل تكرار للشريحة. انا محتاج الان بالشريحة الاخيرة نفس الشيء. هذا الشكل او هذه الصورة تجي لهون ونعمل عملية التناوب. وهذا الشكل يصير عندي اياه بيئة المقدمة. كونه راح يصير بالمقدمة. باجي الى تنسيق وبختار احضار الى الامام. تمام? اضغط شيفت وبحركه لهون. وكونترول مع الشيفت ومكبره على قدر المساحة بالضبط. يا احباب تمام بهذا الشكل. ربما هو محتاج ممتاز. هاي الصورة بضغط وبحركها الى الجهة المقابلة بالضبط. الان الجروب يلي خلف هذا انا محتاج اصغره وارسله. فلهي باعتمد على منطقة جزء التحديد. الجروب هذا نحن محددينه. يلي خلفه هذا هو. بضغط وبحركه لليسار شوي. يمكن هاد انا اعتقد محتاج خطوطين الاسفل فقط. تمام? وباجي بختار مع الشيفت. عفوا باجي بضغط مع الشيفت. ومنقلص المساحة على قدر يعني الابعاد بالضبط. اضغط شيفت وبحركه لليسار حتى اضبطه بالمكان الصحيح مية بالمية. هذا الجروب بحتاج ارجع اعمل له فباجي بحدد الصورة وبمن تنسيق الصورة بختار التأثيرات وبعمل بلوار. وبلغي منه الظل من خلال التأثيرات الظل. بعمل له بدون الظل. يعني هذا الجروب كامل. خلني ارجع اختار لالون بدون الظل. هذا الشكل برجع الى البنى الخاصة بالتحديد. بحدد الصورة. وبقول له هون اعطيني وضوح للصورة. شو اعطيني? وضوح للصورة. نفس المبدأ برجع بحدد الجروب كامل. وباجي بختار ظل. هذا الظل يكون عندي ايام. اخترناه هذا النمط. واخترنا هذا اللون واقل الشفافية. ونزيد ضوابية بعض الشيء. كلام جميل. نفس المبدأ انا محتاج لما انقر على هذا المفتاح يكمل معاي التقليب ويظهر هذا الشكل. هلأ رح نعمل على عكس مفاتيح التانية. رح نجي على هذا المفتاح بالشريحة رقم خمسة واربطها مع الشريحة رقم ستين. بتوجه الى ادراج. بتوجه الى اجراء. وبجي بختار ربط مع الشريحة رقم ستة. قلنا له اوكي. قلنا له اوكي. ممتاز. منلاحز الان. طبعا التنقل اليمين. انا لما رح انقر لمرة واحدة. هذه الانتقالات. ولما انتنقل مرة تانية. هذه الانتقالات. ممتاز. انا بدي الان بدي الان بالاخير طبعا هون يمضل عندي انتقالات. لما انقر ما رح يستجيب. فمعنى هذا الشكل لازم يخرج. ما يكون عندي ايام موجود. فبالشريحة الاخيرة. هذا اضغط على مفتاح بمعنى ان هذا المؤشر ما بخد ان يحتاجه بالشريحة الاخيرة. فلهيك اضغط مفتاح وبنقر مع التحريك الخارج بطلعه خارج مساحة العمل تماما. طيب هذا المؤشر نحن بالشريحة رقم ايش? ستة. بدي اعمل يعني عوضة الى الخلف. فبدي اعمل الربط مع الشريحة رقم خمسة. بتوجه الى اجراء. ومن ارتباط شعبي. وبجب اختار شريحة رقم خمسة. ومن ثم اوكي. ومن ثم اوكي. بالشريحة الرقم واحد. تمام? ازا حبيت انا فقط اعطي يعني ما في عندي السابق. فهاد رح اسحبه لوين? عفوا. خلني احدد فقط اه هذا المؤشر. وبسحبه الى الخارج. ما رح يكون عندي ايام موجود. لاني عندي فقط نيكست. انا ما عندي السابق. تمام? ما عنديش السابق. حتى نعمل بين التالي والسابق. خلنا نشوف الترتيب للتلاتة مع بعض البعض. تمام? ربما راح تشتغل معي شريحة بشكل نظامي. هوني بعمل نيكست. ظهر معي المؤشر ازا حبيت ارجع برجوع. يعطيني ايحاء. ازا حبيت ارجع برجوع. كمان بعطي نيكست. اه ممتاز. خلاص ماضل عندي شي اسمه التالي يعني. فانا برجع برجوع. لكن بهذه الشريحة بهذه الشريحة انا ما عنديش ارتباط. فلهيك بعطي وباجي الى هذا السهم. وبدي اعمل ارتباط الى الشريحة رقم اربعة. باجي كمان الى اجراء. وبختار ارتباط الى الشريحة. رقم اربعة. اعطي اوكي. واعطي اوكي. الان راح ندخل بصلب الموضوع. ونوصل لاول فقرة راح يتم شرحها. انا بدي لما امرر المشيرة على هذا المكان. يعطيني مقطع فيديو ربما يكون اه ترويجي عن الفكرة. يعطي شرحات. يعني تفصيلية شرحات. يعطي شرحات. يعطي اضاحات. او ربما يكون تشويقي ربما يكون اه اي شي على بالك. بالأخص ازا كان انت تملك فيديوهات خاصة فيك. ازا كنت لا تملك فيديوهات فتلجأ لهذا الموضوع عشان يكون عناصر تشويقية ومعززة اكتر للمحتوى. تمام. نحن على العموم راح نستخدم الفيديوهات الخاصة بالمسلسل نفسهم. اه الخيال العلمي او حرب النجوم حرب الفضاء الى ما هنالك ونربط اليوتيوب مع هذه المساحة. وبنفس الطريقة انت بتختار اي فيديو انت بتضعه. الفكرة انه انا لما اضع المؤشر على هذا المكان. يبدأ باعطاء انه في عندي فيديو معين. في عندي اكشف معين. وفي عندي وصف للمرحلة الانافية. او الفقرة الانافية. فكيف راح اشتغل بهذا الموضوع? راح نختار طبعا نحن عم نشتغل بالعنوان الاول. بجيب اعمل له او تكرار للشريحة. تمام? وخلني اسحبه الى اخر شيء. انا محتاج الان لما امرر المشيرة على هذا العنصر امرر المشيرة. فوق هذا العنصر ينقلني الى الشريحة رقم سبعة. تمرير موس. فبحدد عليه نتوجه الى ادراج ونلاحظ الاجراء غير مفاعل. فبجي بنقر مرة تانية عشان احدد الطبقة الموجودة بهذا المكان. لهو الشكل. وبجي بختار اجراء. بختار تمرير الموس فوقا. بعطي ارتباط لشاعبي. الى الشريحة يلي رقما سبعة ومن ثم موافق ومن ثم موافق. بالشريحة رقم سبعة. نحن راح نزغر العنوان شوي. بنزغرهم. وبرفع العنوان للاعلى. وباجي على هذا الشكل بضغط مع الشيفت. ومنوسعه شوي. واللي يكون معنا. اه بهذا الشكل اضغط شيفت وبسحبه للاعلى. تمام. راح اضيف له ايكونة. هذه ايكونة التشغيل المعبرة عن البليار. بمكانك تنفسهم دائرة مسلس بحض بعض. بس انا استخدمت صورة جاهزة. بصراحة صورة بي ان جي مفرغة. تمام. بهذا الشكل. الان خلنا نجرب ونشوف لما نمر المشيرة شو راح يصير معنا. لاحظ الان. لما راح امرن المشيرة على هذا الشكل. هو نقلني فعليا الى الشريحة لرقم سبعة. وعطاني هذا الزوم الجميل. شو عطاني هذا الزوم الجميل. انا محتاج لما يظهر معي هذا العرض. تمام. اه يظهر معي او وصف فينا نقول نحن الدرس. تمام? وصف فقط لهذه الفقرة. وعندي مقطع فيديو هذا. اذا نقرت عليه يشتغل معي فيديو. وعندي سهم حتى افوت على الدرس. وعندي سهم لحتى نفوت على الدرس. تمام. كيف ممكن نحن نضبط هذه الاشياء? راح توجه الى ادراج من اشكال خلني اختار مستطيل وانقر مع السحب لارسل مستطيل. بهذه المساحة. بختار الالو بدون اطار. والتعبئة باللون الاسود. جميل. جدا. تمام. خليني اختار احد النصوص الجاهزة من هذا المكان. يعني ما راح اضيف نصوص جديدة. كنترول سي. وبجي بختار كمان مربع نص. وبعطي كنترول زائد فيم. تمام? هذا عبارة في لا نقول وصف آآ عن آآ هذا القسم او عن هذه المرحلة عن الدرس. اي شيء من هذا القبيل. هذا السهم خلني اعمله كمان آآ نسخ. يعني كنترول زائد دي. تمام? واسفاد منه بهذا المكان. آآ بعمل استدارة بهذا الشكل. بالضبط يا احباب. راح نغير ارتباط بعد شوي على العموم. الفكرة الان انو انا محتاج خلني ارجع مرة تانية. الى التشغيل. بنشغل. تمام? ما نشوف الان احنا لما راح نمرر المشيرة ما فوق هذه الصورة. هو نقلني الان الى هذه الشريحة بهذا الشكل الجميل. وقال لي انقر. آآ كلمة انقر ازا حبيت شغل الفيديو كيف راح نجهزها? بجي بعمل او تكرار للشريحة. تكرار للشريحة. وبنروح الى اليوتيوب. وبناخد مقطع فيديو بيتكلم عن الاسم اللعبة. يعني اسم اللعبة اي شيء. تمام? خلني اعطي آآ عودة واختار كونترول في ونشوف الفيديوهات. تمام? فيديوهات على اليوتيوب. وليكون ما عندي على سبيل المسال. تمام? خلنا نوقفها شوي. باجي بنقل باليمين وبختار نسخ عنوان اليو ار ال. نسخ عنوان يو ار ال. وبرجع الى برنامجنا الباوربوينت. راح اتوجه الى ادراج. وبنختار فيديو من على الانترنت. وبنختار لصق الان لعنوان اليو ار ال يلي نحن اساسا اخدنا. تمام? من الفيديو على اليوتيوب. راح يعمل سيرج. وبنقر على ادراج لحتى يتم تحميل او ربط مقطع الفيديو ايش? مع هذه الشريحة يلي نحن فيها. خلني اكبر شوي. تمام. الان راح اخد الفيديو بهذا الشكل. تمام? راح نقص بعض الالزاء منه. فين يتحكم? متله متل صورة بالضبط واقص ارزاء من الفيديو. تمام? ازا حبينا نشغله بالشاشة فهو بشتغل معك بالشاشة بعدين. فما في مشكلة بالضبط نهايا. تمام? بجعل التشغيل منه من خير التشغيل. تشغيل يكون عندي اياه تلقائي. يعني لما انا فوت على هذه الشريحة يشتغل تلقائيا. تمام? برجع للشريحة السابقة. انا بدي لما انقر على هذه الايقونة. ينقلني الى الشريحة رقم تمانة ويشتغل معنا الفيديو. تمام? فبعطي ادراج وبعطي اجراء وبختار ارتباط تشاعبي الى الشريحة يلي رقمها تمانة وبعطي اوكي وبعطي اوكي. خلونا نشوف من البداية التأثير كامل. تمام? طبعا انت هون بتعطي التالي. تمام? وبتعطي السابق. متل ما شفنا وشغال موضوع نظامي. لما امر المشيرة على هذه الايقونة. ظهر معاي هذا الوصف. لما انقر هو راح الان يشغل لي فيديو من على اليوتيوب بشكل جميل. بعد ما تشوف الفيديو الترحيبي او الفيديو التشويقي فيديو التحفيزي او المعزز لفكرتك. بعد ما تشاهده بدنا ننقر على هذا المكان او على هذا السهم. خلي اشتغل معنا الفيديو اول شيء. تمام? وقفنا. تمام. بكر على هذا السهم. انا محتاج الان ياخدني الى الدرس. تمام. بعطي سكيب. الان خلني اطلع من العمل كامل. اعطي سكيب. تمام. خلني فقط اني انا اوسع شوي. عشان الاحجام. انا محتاج اعمل لي عملية ربط. بدي اربط هذا المفتاح مع شريحة جديدة في هالمحتوى. ومتل ما تكلمت بالمشروع السابق. هذا كان عبارة عن تصميم الشريحة. فيه مصغرة الفيديو. فيه عنوان. فيه مربع. شيء بسيط يعني ما في تكاليف كتيرة وهون راح يكون عندي المحتوى. كيف ننجهز هذا الموضوع? بنفس الطريقة بالضبط. بجي باختار بنقر باليمين وبعمل تكرار للشريحة. الان الفيديو ما بقيت محتاجه. اذا ما بقيت محتاجه. وبحزف كل الكائنات يلي انا ماني محتاجها. تمام? هذا مؤشر بنشيله. تمام? هذا ربما الان نحتاجه بعض شوي لاني راح نضيف النصوص. تمام? راح نصغر الان. اه المؤشر او الصورة المصغرة للعبة او القسم نحن فيه. واللوغو بضعه مسلا بهذا المكان. تمام? فليكن معاي هذا الشكل. وبرسم مستطيل. ربما يكون معزز للافكار نحن راح نشتغل عليها. وبجعل قاله شفافية. لا ياخد شيء من الخلفية. وازا حبينا نعمله ظل مسلا خلنا نجرب نعمل ظل لحواف يعني ونختار الظل بنفس اللون. فيعطينا يعني ملمس جميل جدا جدا. خلني احدد مرة تانية. نزيد نقلل الشفافية. تمام? يعطي شيء جميل للغاية. خلني ارجع شوي حدية الشكل. تمام? فتصميم جميل بصراحة ليس بالقليل. امكانك الان وضع يعني الموضوع هو الدرس. خلني بس انا ارجع هاد للإصار. تمام? يعني فيك تحدد انت هون وضيف صوريات. اه اضيف البنود. اضيف اي شيء على بالك. اه اضيف الدرس اللي انت محتاج تتكلم عنه. خلني اضيف وليكن عندي صورة معينة. اه الي صورة نشتغل عليها. وليكن مثال يعني. خلني اختار هذه الصورة. فهو بهذا المكان المكان المخصص للدرس. انت الان فيك تضيف اي عناصر. فيك تضيف اه اي عناصر على بالك. تمام? بتضيف جداول. بتضيف مخططات. بتضيف اه هذا المكان المخصص لايش? لاحتضان الدرس. تمام? بالطريقة اللي بتناسبك. ممكن انك ايش? يعني اه اضيف الموادك كاملة بهذا المكان. اني بس انا ارتب ترتيب اضافي. عشان نعبئ كل المساحات. بمعنى ان انت قادر الان بهذه المساحة اضيف المحتوى اللي انت محتاج تتكلم عنه. جداول احصائية. اه صوريات النصوص. اضيف كل شيء انت محتاجه. طبعا هذا السهم لازم يرجعني الى الشريحة السابقة. وهذا السهم لازم ياخدني الى محتوى الدرس. باجي اول شي بعمل الارتباط لهذا المكان طبعا. باجي بعمل له ارتباط. بحدد عليه. وراح نربطه مع الشريحة لرقمة تسعة. فبتوجه الى ادراج. اجراء. ارتباط الشاعبي. وبدل الواحد باجي بختار تسعة. تمام. يعني هون خدني الى الشريحة رقم تسعة. بشريحة رقم تسعة. محتاج لما انا اه انقر على هذا المفتاح. خلي رجعني لاختيار قسم اخر يعني. خلي رجعني الشريحة رقم اربعة. لحتى ارجع واتجول من بين الاقسام. تمام. فبرجع الى ادراج. وبختار اجراء. وبجي بختار الشريحة يلي سميناها. كانت ترقيمة اربعة. تمام. تمام بهذا الشكل. بحب تربطه انت مع الشريحة السبعة عشان تشاهد الفيديو. اه ما عندك مش له وهذا سهم الرجوع. كمان ما عندك مش له. ارتباطات الان كلها اصبحت بين يديك. وهذا المشروع قلنا هو مشروع. اه ليس يعني بنفس الفكرة تشتغل. انت الان بهذه الادوات هذه المخيلة تطبيق عملي بامكانك تشتغل ما يحلو لك. خلونا نجرب الدرس كامل. طبعا هذا عبارة عن قسم واحد فقط لا غير. وانا بنفس الطريقة فيك تكمل كل الاقسام. اه ومتما شفنا ما في عندي لا اي اكواد. لا لغات مرمجة. ولا اي شيء. يعني تشتغل بالقسم التاني وقسم التالت. او بكل قسم تشتغل المراحل الانت فيا. بنفس الطريقة بالضبط. هذا السهم يعطيني الوصف الان. متما انا شايفين. انقل لي مرة تانية عليه. فيتم اخفاؤه. باجي الى القسم الاول. فيتم الازهار. فينا اتعامل الان مع ومن ثم تمام. وفيك يعني بنفس الطريقة لكل قسم معين انت تشتغل عليه بنفس الطريقة. اعطي السابق. ومن ثم السابق. طبعا هون كان يعني احنا اشتغلنا فقط على هذه الصورة. بضع المشير عليها. فبيشتغل معي الفيديو. بحب اني اشغله. وبحب اني انا انتقل لي الدرس. بنلاحظ الان انتقال الدرس كان في عندي مش لي فيه. تمام. اه انتقال الدرس احنا اشتغلنا هون. عن تشغيل الفيديو. وهذا ايضا كمان اربطه بالشريحة اللي هي رقمة تسعة. فبتجه الى ادراج اجراء. وبغير ارتباطي الى الشريحة رقم تسعة. يعني سواء انا حبيت اشاهد الفيديو اولا ومن ثم انتقل. او حبيت اني انا اجل الفيديو وانتقل مباشرة. فالمكان اللي انت بتحب تنتقل له ولا الدرس ما عندك اي مشكلة فيه. فلما راح ننقر هو راح ياخذني الى استعراض الدرس بطريقة احترافية ورائعة للغاية. طبعا نسهم الرجوع راح يرجعنا متل ما انا شايفين الى المستويات السابقة لحتى انا اتجول واختار مستوى تاني. واعتقد هاد لازم يرجعني الى المنصة الرئيسية للانتقال الى قسم اخر. اتمنى ان شاء الله اكون قد امتعتكم بهذا اللقاء بداية. واعتذر على الايطالة لان هذه المشاريع تحتاج وقت في يعني تفصيل الادوات كاملة. ولحتى توصل المخيلة. واجعلك تنتعش وتكون قادر على تصميم اي مشروع. سواء كان بمحاكاة الالعاب او سواها. ورح تكون معنا حزمي ان شاء الله تعالى بالايام الجاي عن افكار احترافية في تصميم مشاريع او هندسة مشاريع ابداعية وحصرية. وعلى مستوى الوطن العربي اضمن لك بالكامل لم تطرح هذه الافكار. فتكرم لا تنسوني المتفاعل والدعم. وترزو عني كل خير. والقاكم على خير. وابل ما اقول السلام عليكم لطلب اي ملفات اعمال مقدمة على القناة سواء هذا المشروع او اي مشروع يعني اعتقد الان المتاح اكثر من مائة قالب احترافي بما فيهم هذه المشاريع انتسب الى قناة عالمكم بالمستوى الاول واطلب كل الملفات الموجودة فقط بقيمة جدا بسيطة ورمزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.